السلام عليكم مرحبا بكم خوتي في قناة السيارات لا تنسوا خوتي تبرتاجي ونالا فيديو ديرو جيم وكمنتر وابوني بشي الحكم الجديد ان شاء الله اعلن وكل سيارات متعدد العلامات بالعاصمة عن وصول دفعة جديدة من سيارات طيوتا ايغو السغيرة والتي تعتبر من انجح سيارات المدينة لما تحتوي عليهم من تجهيزات غانية ومحرك اقتصادي ومتعة في القيادة واكد الوكيل ان السيارات تحتوي على علبة سرعات اوتوماتيكية ومحرك بسعة 1.0 لتر بنزين بقوة 85 حيصان وتضم ارمادة من التجهيزات الراحة والامان وتعتبر سيارة طيوتا ايغو اصغر سيارة لعالم الطيوتا اليابانية والتي تم الاعلان عنها منذ عام 2005 وذلك باعتبارها واحدة من السيارات الصغيرة الصالحة للتحرك داخل المدن والتي تتميز بقلة استهلاكها للوقود في الحقيقة هي ليست سيارة فاخرة او ضخمة وانما هي موديل هاتشباك بخمسة ابواب صغيرة الحجم ولكنها تتميز بالتصميم المبتكر والغير تقليدي السيارة حصلت على تحديثات شمالة العديد من الاجزاء الخارجية لها محرك السيارة صغير وهذا يعتبر احد اسباب نجاحها فهي قليلة شحيحة في استهلاك الوقود المحرك ساعة 1.0 لتر بعدد ثلاثة سيلندر ليعطي قوة 85 حيصان وعزم الضواران 69 ريتل قدم مع ناقل حركة يداوي اما التسرع من صفر الى مئة فهو في 13.8 ثانية وسرعة القسوة تبلغ 160 كم في الساعة الكترونية حصلت السيارة على تحديثات منتصف العمر التي نبدأها مع الواجهة الامامية حيث حصلت على تغيير في الشباك الامامي والمصد والمصابح الذين اصبحوا غير منتصدين معا واصبعت الواجهة الامامية من السيارة اشبهة بحرف X تغييرت المصابح الامامية واصبعت اكثر حدة وبتقنية اليد المسحوبة الى طرفي السيارة مع الحفاظ على تصميم مصابح الضباب صغيرة الحجم في اسفل المصابح كما حصلت السيارة على اطارات رياضية جديدة بنفس المقاص في مصطرس بوسع اما من الجانب الخلفي فليس هناك اي تغييرات حيث حصلت السيارة على تحسين بسيط في شكل الاسطبات الخلفية والتي تأتي بنفس التصميم العمودي بتقنية اليد ويأتي المصد الخلفي بلون مختلف عن هيكل السيارة مع مصابح ضباب في اسفل المصد الخلفي وبالنسبة لسيار اكد الواكل انه يعرض السيارة بسيار 280 مليون سنتيم مع البطاقة الرمادية وتسليم فواهي